عالميا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ إلى زيارة موسكو العام المقبل وقال بوتين خلال محادثة عبر الفيديو مع شي قال إنه ما من شك لديه في إيجاد فرصة لمقابلة الرئيس الصيني شخصيا مشيرا إلى أنه في انتظار زيارة الرئيس الصيني خلال الربيع المقبل وأضاف بوتين أن هذه الزيارة ستظهر للعالم قوة العلاقات الروسية الصينية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية وستصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية وناقش الرئيسان خلال المحادثة عبر الفيديو العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية بما في ذلك تلك القريبة من الحدود الروسية والصينية